شوف احنا بمتعامل مع كل واحد ازاي والتعامل درجات من المشهد ده تاخد بعضك تشوف طبيعي كاية الناس تنزل للانتخابات ناس فخورة بانه ده حصل وحاسين بيه طيب عايز اقول لك كمان انه تنسئية شباب الاحزاب والسياسيين الحقيقة وجهت الشكر لجموع الشعب المصري وبالصراحة هو شكر مستحق لجموع الشعب المصري اللي بيشارك بمنتهى الايجابية في انتخابات الرئاسة بتأكد التنسئية ان المشاركة الكبيرة دي بتعكس وعي المواطن الحقيقي بحجم التحديات اللي بتواجه مصر الاستفاف خلف الوطن تفويض رئيس مصر القادم لاتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لحفظ الامن القومي المصري عشان كده نازلت تنتخب نازلت تنتخب بتقول لرئيس مصر القادم افعل ما ترى نحن ناثق فيك نحن ناثق في الدولة نحن ناثق في كل المؤسسات ده اللي كنت بقولهولك مصر بقت دولة مؤسسات بتأكد التنسئية الحقيقة في هذا الشكر ان المصريين دايما بيثبتوا ان هما على قدر المسئولية مدركين لحجم التحدي والمخاطر مؤمنين بالوطن ايمان كامل وانه كسافة التصويت اللي استمرت لثلاث ايام من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة فقد كل توقع التنسئية بتثمن وعي المصريين باهمية الاستحقاق الانتخابي ومشاركتهم الكثيفة في عملية الاقتراع ختاما التنسئية قالت نصا شكرا كنتم قد المسئولية فعلا المصريين شكرا الاحساس بالمسئولية احساس عظيم المسئولية اللي مبنية على انك تبقى شايف المشهد كله مش بعين اه وعين لا شايف المشهد كله شايف مشهدك الداخلي شايف مشهدك الاقليمي شايف المشهد الدولي وكان المصريين كما جرت العادة قد المسئولية